عايز سألك انت بقى سهليك انت انت كنت عمزالي الساق كان عمزالي الساق هو العيب كورة ومدافع قوي جدا وشارس جدا هو بيلعب كان هادي جدا في اي مشاكل بتحصل في الملعب ليس سنة بقى شفتك بتعترض كتير من انت على الخط على غير العادة شفتك عصبي جدا على غير العادة يعني عاصة ما بيشوفك عصبي حتى في التعامل الشخصي مع الناس وحواليك في موقف يتطلب ان انت لازتكون عصبي بس لو طلعت بره شورك ولا انت بتحاول تبان عصبي لا لا خاصة انا الحمد لله فضل ونعم يعني ربنا اعطيني الهبال ان انا بقدر اتحكم في نفس الشكل بي جدا بس الموقف ده عايز عصبية اه ايه الموقف اللي انت عرضتك اي موقف هتلاقيني متعصف فيه هتلاقي استوجب ان لازم تكون في عصبية يعني مش لازم تروح فرح ومتبقاش بتدحك ولا رايح عزة لا بسهور حاجة في موقف لازم تطلع تطلع تدافع عن حق الفرقة جوه الملعب او وانت مسؤول عن منظومة او مسؤول عن الجهاز ده ان ما فيش ولا لعيب بره او مدرب او مدير فني او مدرب تاني يتئذي ممكن انت تتئذي وهو ما يتئذيش بينكم سين ده اللي بيسمون ضغط على الحكم في بعض الاحيان بتضطر ده ضغط بتضطر ادافع عن حقه وبتضطر ان في بعض الاحيان ان فيه فرق تانية بتعمل كده فلا استجابة الله ليه فهمني عشان كده انا انا مرأي ان من اكتر حاجة لازم تهتمي بها الربطة واهم حاجة انها تهتمي بها اتحاد الكرة هو تطوير الحكام بجد اخواتي واخواتي الكبار واخواتي الصغارين بس بامانة صعبانين علي ان ما فيش حد بتدوم حاجة ان احنا لازم يكون عندنا قامات في الحتة دي الموجودين احنا بحبهم جدا خلي بقى احنا صحاب جدا برا الملعب لكن فعلا لازم الحتة دي تتطور بشكل كبير جدا صحيح ومعنديش مشاكل مع حد خالص تماما كل الناس وساعات باتاخد كده انا في الوش اتخذ ازاي انا اللي بتاخد انا اللي بتصدر يعني اه انا اللي بتصدر